موسيقى مساء الخير أهلا وسهلا فيكم ببرنامج المشهد وحلقة جديدة مع النائب والوزير السابق اللبناني محسن دلول مساء الخير مع عليك مساء الخير أهلا محسن دلول هو سياسي لبناني رافق كمال شملاط وفي مرحلة لاحقة رفيق الحريري وكان أيضا صديق النظام السوري ثلاثة بواحد مع علي الوزير كما يقال لعبت دورا مهما جدا لنقل في الظل ولكن أيضا في العلان وكنت عنصرا مهما في المفاوضات بين الأطراف اللبنانية اللبنانية وبين الأطراف اللبنانية والإقليمية لا سيما السورية والفلسطينية أهلا وسهلا بك سؤالي الأول في برنامج المشهد عملت كتاب كامل عن كمال شملاط ولكن في حادثة طريفة هي عندما لم تأكل على البردوني ولا في البروك أكلت الورقة أو الرسالة التي أعطاها إياك كمال شملاط لتوصلها إلى محمود رياض أعتقد عندما كان هناك الوحدة بين سوريا ومصر أنا رايح طلع لاي بـ 58 وبدأت صورة فهو يبدي يوصل رسالة لمحمود رياض إيجا وعيت لي قال لي بتوصلها دايعة حدودية نحن بينه وبين الحدود السورية 65 كم قام أمليها علي أنا بخطي قلت له أنا كيف بدي أخذها قال لي في واحد لحي وصلك لبعض الشتورة قلت له بكفي بعض الشتورة اللي يجبني ما وصلني لبعض الشتورة نزلني أول الشتورة أجو الأمن العام الأطودي بس هي يعني هذه الرسالة كان يوجد عليها لائحة بأسماء المرشحين لانتخاب لرئاسة الجمهورية أو ماذا كان يريد كمال جمبلات كان كمال جمبلات عم بيحكي لهم أنه أنا عم بيتصلوا فيه الأمريكان وعم بيطلبوا مني مرشحين أنا رشحت مجموعة من الأسماء ولكن أنا بشوف الوحيد اللي ممكن يقدر يعني البلاد طلعة من ثورة وكذا هو فؤاد الشاب هذه هي الرسالة بس في رسالة تانية عطيني إياها هو لأعطيها لعبد الحميد السراج بده زخائر بس الرسالة هذه الأولانية حطتها بجيبتي التاني من باب الأحطيات حطتها بكاميري تحت هيك هون نعم وقالت اللي فت هاي الرسالة إمتها ورميتها بنمليه بمدخل الأتال في نمليه مفتوحة زبتها فيه بس هي بخطة نعم التاني دلت هون الأمن العام أخدوني عم أغفر الدرك إجا برأيه بعريف هونيك قال لي بدنا طلبين مننا نفتشك بس بدك تشلح تيابك بتقول له ايه بصدت خزقتها وبلعتها مش لحت كيف طعم طعم مش حسب ما يتعود له في كم حادث لكمال جنبلات طبعا مهمين في تاريخ لبنان والمنطقة زيارة كمال جنبلات الأخيرة إلى دمشق ولقاءه بحافظ الأسد شوفي يعني ماذا تتذكر أعتقد كنت مع عباس خلاف هو يعني بعد ما يعني الجلسي بدأت حوز الأسد يعني بده يقعد مع كمال جنبلات لكمال جنبلات يعلن وقف القتال ويمشوا بالوثيقة الدستورية كمال جنبلات رايح يطلب سلاحة تقيل بده يحصم عسكريا وصار في تناقض هدك شو بده وهدك شو بده كان متقدم كان على الأرض يعني قوات كان كمال جنبلات متقدم وكان عبيقول الحركة الوطنية عمنا 83% من مساحة لبنان وأنا كنت الوحيد غير مجتنع وكان كمال جنبلات يقول له الحركة الوطنية وقت اللي ينقشون يقولون ما تنقشون غير مجتنع باللي عمنا عمله بس كرمالي عبيقعد معنا وفعلا نهي بعدين قام ليحميني إلي ولا عباس خلاف ولا تفيق سلطان طيلعنا من البلد بعثنا بمهمة لبرة وبقينا برة حتى ما يعملوننا مشاكل ولكن هو عمل تصريح قبل أن يذهب إلى دقاشق ويقول أنه سنلتقي في جونية هي عاد حدود نعم وقت الوصل على الحدود بجدادة يابوس حدود السورية كتير إعلام إجاء وقعب يسألوه قاله هون إن شاء الله بيستقبلكم قريبا بكفية وجونية وصل بيقول له الرئيس شو تصريح عن بكفية وجونية قاله إيه إذا أخذنا شيء كان مدفع مئة وعشرين بنعمل قال له لا لا خلاص بدنا ننهيها ننهيها ما بننهيها قال له غريب وقال له ما لا أخليك ما لا أخليك أبدا رئيس حافظ الأسد قال لي كمال جملات لن أقبل بأن تحصم عسكريا بالحربة الأهلية اللبنانية وهي دي بدنا نعمل تسوي وأنا بعدت لك أنه سأعطيك كثير ووافق الجبهة اللبنانية والرئيس الفرنجية على أعطائك كان يوم أنت عرضين يعطوه من أصل 99 نايب بين 27 و 29 نايب هو والحركة الوطنية وبيجي أدن من الجبهة اللبنانية وبيجي هوديك مستقلين قال له هو أنه نحن 300 سنة قهر حلنا نحكم كما جملات قال له شو ولو أنت حاكم أنت حاكم أنت وزير مرات وحزبك وصانع الرؤساء وكذا وصانع الرؤساء قال له ايه بس أنا ما عاش فيني أعمل وزير أنا في لبنان ما بعمل وزير ما بقدر أعمل وزير أنا بصنع الرؤساء بس ما بعمل وزير مش مقبول مرفوض قال له هيا أعتن حل كلها وحيدي ما مش الحال قال له أنا حقلك مش لح خليك قال له غريب بتوقف مع الإنعزالية ضدنا قال له من إني إنعزالية قال له هاو جابها اللبنانية الكتائب والأحرار قال له هاو إنعزالية قال له ايه قال له فرجيك الرسالة من هون قال له أي رسالة ضع الجرس قال له جيب لي ها الرسالة قال له أراها الرسالة قال له هاو شو عرضين قال له عرضين عليك أن يدخلوا باتحاد كونفيدرالي بين لبنان والسوريين قال له بتدخل آنت لنشوف من إنعزالي فكروا قال له سيد الرئيس لا قال له ليش قال له من يمستعد دخل شعب لبنان في السجن الكبير في السجن العربي الكبير في السجن الكبير قال له شفت من إنعزالي قال له عميل ديمقراطية أنا بدخل بأنجولا بوحدي بس يكون في ديمقراطية بدخل أنا ببلد إفريقي بوحدي بس يكون في ديمقراطية قال له نحنا عنا ديمقراطية والجو تكهرب كتير قمنا بدنا نمشي وقع بيودعنا وقفنا قال له لا ما خليك تروح زعلين نرعود رجع تكهرب الجو رجع قالنا تركونا كأننا نحنا حضرنا من الجلسة ساعة ونص رحنا بيقوهنج خمسة ساعات وممشي الحال وكيف خرج كمال جملات؟ زعلين في شيء معروف بس مش واضح كتير بكتابك وغريب شوي بدا تصحح لي لأنك شاهد على هذه المرحلة يقال إنه الزيارة الأخيرة لكمال جملات قبل اغتياله كانت إلى القاهرة والتقى الرئيس أنور السادات ويقال إنه رئيس أنور السادات قال له لن تذهب ثانية إلى لبنان لأن هناك خطر بإغتيارك فستبقى هنا ورفض كمال جملات وقال أريد أن أموت مع رفاقي قديش هذه الحادثة اللي الناس تتناقلها هي حقيقية؟ نحن وصلنا على مصر بس بعد بطلعنا بالبحر من الجية جيت إسرائيل درابطنا وفكرتنا غرقنا ونحن بالفعل عم نحكي عن أي سنة؟ سنة ليه؟ سبعة وسبعين؟ نعم وصلنا على أبروس كنت أبروس ما كاريوس عرف بالضرب بعد براكب وبعد طيارات وبعد كذا وصلنا على الهونيك على البور لقى كل شي فيه إعلام يعني نحن وقتنا ضربة الباخرة طبعنا مشيت ببطء وصالت بدأت تقيم الماء من جوة حتى ما تغرب وصلنا لهم جعنا من سكدري من أبروس في طيارة خاصة أخذتنا طيارة مصرية زلنا بالمطار كان فيه عشرات الموتسيكليت وراه قداموا لكمال جنبلات ظلوا يخذينا على مجلس النواب مجلس الشعب وهناك السادات عملوا خطاب الآن أقدم لكم رفيقي وصديقي ورفيء عبد الناصر وقرائد العروبي كمال جنبلات وقاموا وزقفوا كل النواب وقوفا وإجا بالجلس الأولى ما أل هيك بالجلس الأولى أنه أنا معك للأتل للموت ما يهمك هلأ كان في مؤتمر بالقاهرة بتقاطعوا سوريا وبيبعتوا وزير بيرفض أنور السادات أنه وزير يمثل القيادة السورية المؤتمر بموع بتدخل على الوساطة من دخل وبيقرروا يعملوا مؤتمر مصغر في الرياض نعم بيحضروا حافظ الأسد أنور السادات اليسر كيس ويسر عرفات نحن عرفنا طلبنا منهم أنه إذا بتاخدوا معكم كامار جملات حتحصير سلحة مضبوطة السادات ما عاش سأل عنا يسر عرفات ما قبل ياخد كامار جملات ووقت الرجعوا اتفقوا وعملوا جيش القوات الردع اتفقوا فيها صار كلهم بدوا يتخلصوا منا بمصر ما عاش شافنا السادات ما عاش استقبلنا صار يبعث لنا إنكنوا يبقوا هون وإجا سفير الجزائر يعرض لجوء سياسي سفير الهند يعرض لجوء سياسي القائم بالأعمال السوفيتي يعرض أن القيادة السوفيتي مستعدة تستقبلكم قال لهم أنا بدي أرجع و بدي أقتل مع شعبي بمنطقتي وقتل مع شعبي بمنطقتي طبعا بعد مرحلة كمال جملات كانت مرحلة الحركة الوطنية والقيادات فيها وانت منهم والقريب إليهم كيف تصرفتهم دخلت قوات الردع السورية سيطرت على البلد خسر كمال جملات الأهلية اللبنانية واغتيل فيما بعد كيف توططت علاقتك بالقيادة السورية حتى لو كنت تعرفهم قبل الحكم بس أنت بالنهاية بحركة ضدهم كانت أنا لحقلك في جلسة صارت أنا من بعد مقتل كمال جملات صرت بس حزين عشت كآبي وإذا بدك انهيار نفسي وانهيار من نسبة إلي كان مسألة أعلى يعني بيصير أنه بيدعينا وليد جملات لاجتماع كنا نحن بالحزب نعرف أنه هالحزب القاعدة تابعه الأساسية دروس ما فينا نعمل أنه والله راح كمال جملات تعاوا من نقب الرئيس بيجي هو أو كذا ما بتصير بالحزب في تركيبة معينة وفي حين كانت الست ماي الله يرحمها أمه وليد ضد الوراثة أنه إنتوا حزب كيف تعملوا هيك؟ عملوا مجلس قيادة قيادة جماعية وفيها وليد كنت أنا وعباس خلاف نقول لا هو وقال لا يدي حتى يعتبرون دروس انتقاص من مقدرته قامنا نحن رقيني هو ترقى إذا بدك فرد النهار عند الدرجات ليقدر يترشح للرئاسي وقامنا انتخبنا وقررنا نفل دوتر كل بلد لا نفل من العزب وعملنا اجتماع كبير وبالاجتماع عررنا شيء ثلاثين أربعين واحد أن ننفل إجا وليد طلب مني عرف بس نفل بدون ضجية طلب مني أني أنا أبقى ساعده لي يطلع من هال أنا جيت باللغة الشبيب قالت لنا أنا طلب مني وليد هايك وأنا ميال أني أنا ساعده وأنا آخر واحد بفل انتم بتفلوا قبلي أنا بفل آخر واحد بيدعينا الاجتماع كان خالد جملات شوكة شعير كله القيادات بيبليش يسألون شو بنعمل كان القاضي المسؤول عن الملف العدلي أخد له هالملف وعطاه تفاصيل التقص كان بعد هلا شوية بعد فيه برد مشعل هو الشمينة وليد هو عم بيحكي حاطة هلا البلف والشمينة بيقول لهم شو رأيكم بلشت الأراء بنعمل عصاب حرب عصابات بنعمل كذا أضرب وهرب صار وكله أنا ساكت وهو خلص خلص الحديث كلهم في اثنين المحكو أنا وشوكة شعير وأنا كنت رايح بالسيارة مع شوكة شعير مرأة هو أخدني وليد قال له جيبه معك وأنا استغربت إنه أنا لش جايبيني يعني بدنا نمشي بيقوم قدامنا عم نوضعه بيقول أنا بدي أسمع رأيك قلت له إيه؟ أنا بأعتقد أنت أمام عدة خيارات أنا لحلك بما أنك بدك تسمع رأيي خد خيار وأنا معك أو منقول نحنا ما بدا نشتغل سياسي إلا لا نعرف لماذا قتل كمال جملات ونعود ما بدأ نعطى أو منلجأ لبرة ومليون دولي تستضيفنا ومنعلن كيف قتل كمال جملات نحنا نعلم ومنعمل حملي ضد مقتل كمال جملات أو نطلع نعتصم بها الجبال ومثل ما حكوا الشباب أدرب وهرب وأعمل وكسر هاي دي حق نحن وإذا لا بدك تشتغل سياسي هيدا الملف بدك ترميه به الشيء من ايه وتنسى قال لي كيف قتل كمال جملات قلت له ساعتها بتقول عقصه الحنش السكوت من الكل وهو قال لي أنت وين قال له أنا معك خطار أنت وأنا معك بس سيدا هلأ أنت خطار هون هو قال إذا أنا بترك بتعود العالم على زعمات جديدة على قيادات جديدة على كذا بتروح العالم ونحنا مش ربحانين نحنا مهزومين أنا ما فيني أترك وأطلع لبرا أنا ما فيني أعمل هالحرب العصابات وكذا ضد مين؟ ضد السوريين أنا بالآخر أنا بدي أشتغل سياسي أنتوا معي قالولو إيه؟ وسأرمي الملف في الشمينة محسين دالولي لماذا قتل كمال جملات؟ أتن بديك تسألي سؤالي حلو كتير هدا أنا السؤال كتير بيسألون إياها وبحيلون على حبيب الشطي حبيب الشطي كان وزير خارجي التونس وكان صديق لكمال جملات كتير كان بيشتركه إياه بأمور كتير فلسفية كان مصقف كتير ويتبادلوا الكتب لبعض ونيهدوا كتب حبيب الشطي بيجي بيعملوا مؤتمر لوزراء الخارجية العرب بالقاهرة بتلفن كمال جملات بيقول لي حبيب الشطي موجود وبدو يجي هو وزير خارجية البحرين على بيروت مكلفهم مجلس الجامعة العربية ليفوتوا على الأكوا مارينة هناك كان في بواخرة تجيب السلاح للجبل اللبنانية واللي حيشوفوا هني ومعهم ضابط اسمه كمال ديب أو ديب كمال ما بعرف يعني إيه اللي اسم كمال ديب أو ديب كمال لحوي هالشي تاني يوم تلفني قال لي هو إيجوا وشايفوا البخرة هي وعبتتنزل أنا عرفت أني أنا ويفرد قتال لحبيب الشطي وأنا بعرفه كنت يعني وقت اللي يسافر مع كمال جملات على تونس يعني نزوره يعزمنا قمت شفته قلت له ياسي حبيب هني بستعملوا كلمة ياسي حبيب شو لقيت قال لي شو هاو دي بفجور بخرة طويلة عريضة فيها يمكن 1500 طون عبتنزل سلاح وزخائر وكذا والجيش هبيشوف أنا وزميلي اللي حنعمل اليوم تقرير ونحكي شو شفنا لمجلس الجامعة طلبت كمال جملات قلت له بيسلم أليك اللي حيعمل تقرير ويقول قال ليه بعد الظهر بتشتبع مجلس الجامعة ما بيعملوا تقرير يعني تتميع بيزعل كمال جملات بيتلفلني قال لي شو صار تقول له ما بعرف شو صار قال لي سمعنا جدوى الأعمال أو المناقشات ما فيه أنا صارت إلحق ولي حبيب الشطي هو يهرب مني أنا إلحق هو يهرب مني دليت يومين بعدين بعرفه بيقعد بيتروق بالكفتاري نزلت بكير ونطرته وأول ما في ثلاثة أولا قلت تقول ما بديش شي منك صاحبك عم بيسأل قال لي أنا حبيب الشطي وزير خارجية تونس إذا هلأ الحبيب برقيبة بيقول هيدا بطل يكون وزير خارجية أنا ما قليش موقع بتونس أنا انتهت ما قليش شي بديك ياني هيك قلت له لحد هون قال لي قال لي أنت بديك تشوفوا لك همال جملات قلت له شو بعرفني كان فينا نشوفه أو لا قال لي يقول له في خيوط هيدا اللي قلت له خيوط ماشي هيك جاي هو يقطعها بيقطعوه قبل ما يقطعها بيقطعوه قبل ما يقطعها وكل واحد كل واحد بيصير بالبلد كبير بيصير يأثر على مشروع عم تعملوا القوى النفذي أو القوى اللي كذا بدون يقطعوه قبل ما يقطع بلع يخلوه معالي الأستاذ محسين دالول طلبت من وليد جملات أن يرمي التحقيق في الشمينة أو في الموقدة وأن يستمر في السياسة هل هذا كان أن موقفك من اغتيال الرئيس رفيق الحريري يعني طلبت من عائلة الحريري أن ترمي موضوع التحقيق الدولي والمحكمة الدولية في الشمينة شوفي لقلك أنا ما طلبت من وليد يرمي أنا سألته شو بدك تعمل انت في قدامك الخيارات انت اختار اختار هو هذا الموقف قال له أنا معك أي أي قيام أنا ما سألوني مش بس ما سألوني إذا بدك استسني الستنازك التي تأخذ بطارتي معنا هوليك يستعدونا أنا فور ما تم اغتيال الحريري تصل في صديقهم هذا العيلي عبدالحليم خدام وغازي كنعا قال بدنا نشوفك طلعت على سوريا وحكينا هني كين بدون انه انت اشتغلت بملف كمال جمضات وكيف بدك تشتغل بهذا الملف أنا جيت ما اشتغلت أنا لم أزور سوريا بعد ذلك أنا رحت على سوريا بعد ما راح سعد الحريري لح تستغر بي راح على سوريا كلهم كلهم في وزراء من هون يراحوا على سوريا أنا مرحت طلعت أنا في انتخابات الالفين وخمسة سقطوني السوريين بالانتخابات حتى أنا وقت اللي طلعت هذه اللي دعوني فيها عبدالحليم خدام وغازي كنعا وقت الجيت بدي اطلع منعوني اطلع من البلد بالسبب اني واقف مع بات الحريري هني طلبوا منك ان تأتي الى دمشق ليقولوا ماذا ليقولوا لي شو فيك تساعد لهالملف هده انه ضرع له حد حالي مخدام بعض وحقوا معهن اللي حاليا بباريس نعم قالوا انا ممكن يعمل شي حتى اطلع من الدق جيت لا اطلع من سوريا كيف كان غازي كنعان بهذاك الفترة غازي كنعان كان يبكي على رفيق الحرير هو وعيلته يبكي يبكي بكاءا يعني مع دموع من كان يريد اميل الحوت في سوريا كان اكتر شيء الدكتور بشار غازي كنعان كان حتى حفظ الاسهد كان بديك الفترة بدو جانع بيد كان مجموعة هون المخابرات اللبنانية يعني جميل السيد عم يشرح بيني على سلمان الفرنجية وكانوا عم يشتغلوا لاميل الحوت كلهم سوايا وكان مشروعون بيجي اميل الحوت بيخلصوا من رفيق الحريري واكثر اجي اميل الحوت خلصوا من رفيق الحريري كتير ناس شافوا الرئيس رفيق الحريري في مرحلة الحديث عن التمديد للرئيس اميل الحوت وكان يقول انه اكثر يدي ولن اوقع على التمديد رئيس اميل الحوت هو كسر ايده ووقع ماذا حصل كان جلسته مع الرئيس السوري الدكتور بشار الاسد عنيفي معروف يعني وترى على هونيد ممكن ما قاعد يمكن ثلاث دقائية اربعة دقائية الجلسة انه بدأ قتروح انت روح فكر فيها بتمشي ما بتمشي الصفل بعمل بساوي الى اخره وانا بدي منك بتجاوبني جاوب العميد رستم غزالي بعمل بساوي صحيح انه قال انه ساضرب لبنان يعني انا ما قل لي هالحريري الي بس قلت اسمعها من الناس انا وقت الرجع انا طلبته كان بفقرة كان مرأة على رستم غزالي ورعا فقرة ماذا قال له ارسم غزالي انا قل لي انه قال له رستم غزالي فكرت قال له ايه قال له تكتمشي قال له ايه هادعي مجلس الوزرع بكرة وناخد ارار بالتمديد هدت شخصيا بعائلته ببلاده بماذا هدت انا هون لقلك انت ما بعرف انا رجل صريح انا ما قل لي شي الي هلأ ناس بيقولوا حكا لوليد جملات ناس بيقولوا قال لمروان احمدي بس انا لا سماعت منهم ولا قال لي ايه يمكن ما صار وقت يقلي لانه اجع فقرة من فقرة عمل مجلس وزراء وانا ماني وزير كنت انا تركت ووقف اقعد تمديد انا شفته نزلت ع بيروت وتحددت جلست التمديد وقلت له انا شايف التمديد لح يخرب البلد قل لي لا ما بيخربها هو بس بيخربها يعني عم بيحكي بي بي هاي بي بسمو قلت له فيني اعرض على هيك عرض قل لي ايه قل له بتجي لانعارض التمديد نقس قل لي انت قلت له ايه قل لي ليش قلت له عيخرب البلد بس ايه لي شرط قل لي شو؟ قل له انا عندي ثلاث نواب متفاهم انا هو يهم انت ووليد جملات وهو دي من ساقة التمديد ومنطلع من المجلس ع المطار ع طيارتك منطلع لبرا انا هي اول مرة بزيعها قل لي انا ما بمشي قل ليش قل لي وبعدها بترجع رئيس وزارة مصوريين بدون انتخبوا رئيس بدون يعزونا بيجع بيجيبونا قل لي لا هايدي خطرة وهيدي قل لي اسمع مني قل لي لا قمت انا قل لي شو بدك تعمل انا اذا ما بتمشي انت بمشي بالتمديد بس اذا بتوقف بهالموافيدة انا معك وبنكون خدمنا البلد خاف خاف صاحب مال وصاحب سروي وصاحب مركز يعني كان الفرق انا ويه انا كنت قل له دايما وقت الالفين صفا بالانتخابات ربح ديك الربح الكبير وصاقت الوزراء ورئيس وزارة وهي مرة بتصير بربنان ومين دكتور سليم الحص اللي هو رجل دولي من الطراز الاول صاقت لانه ضد الحريري ما صاقت لانه ممعون شعبية بس لانه اذا بدك كده نظام الامني شو بيعمل بس كنت شوفه دايما قلق مضطرب هو وكان يعني انا كنت شوف يعني مستحيل انا اعرف بس كان خلاف هو والمخابرات وقائد الجيش كبيري كنت انا صالحهم اجمعهم عندي بالبيت قلو لليميل الحود دايما اجمعهم اكتر من مرة اخد بيشرح بيني اللي عنده وجميل السيد لنخفف منها كان في مشروعين بالبلد مشروع امني ومشروع المائي انا كنت قلون يا عمي المشروعين بيكملوا بعضهم ما في انماء بدون امن بس ما في امن ما بيثبت الامن بدون انماء كنت انا يعني بلا قصة هك هن اذا بدك بدون يحكموه بواسطة الحريري ما بيقدروا يحكموه بوجود الحريري بشخصية الحريري بعلاقات الحريري بعابر القرات الحريري ما بيقدروا يحكموه بدون يخلصوا منه ولذلك نذكر وقت لايجا الدكتور سليم الحص شو عمل اميل الحود حط بكل وزارة ضابط ما بيمضي الوزير الا ما الضابط يقول له كيف كانت علاقته بالرئيس حافظ الاسد اكتر من وثيقة اذا بديك شغلي خديها مني وقت اللي انتخب العماد عميل الحود وراحوا بغازي كنعان ليشكر الرئيس حافظ الاسد محطت بالاعلاب هلا بعد ما شكروا وحكوا وقعدوا قاموا ليفلوا بيقولوا حافظ الاسد رفيق رئيس وزارة مش هيك عالبيب قالوا ايه بس شو رأيك بسليم الحص اميل الحود لحافظ الاسد قالوا خليكم عرفيق منحتاجوا رفيق بعلاقاته واتصالاته قالوا شو رأيك بعمر كرامي رئيس نئيز قالوا رفيق رفيق هايك بيلقت غازي بيفوته لجوة كانوا هني بده يظهر قالوا يا غازي ما عجبني هذا الاستطراد انا عم بقول له رفيق بيقول لي سليم الحص بيقول لي عمر كرام يا حبيبي خليكم على رفيق اسمعوا مني نجوا على الطريق نجوا بيضلي حاولي انعو انا هاي حكي لي يا غازي كنعان من اصر الرئاسي لمفرق اشتورة ما كاني اناع بدو ايقيم رفيق كنت جرى صور الرئيس الجمهورية وهو ديك عبيش اجعو لحولها انه ما يهمك وما يهمك وفلان بيقول كذا ما كان اكتر من قوة بالداخل الى علاقات هون اللي بيحسوا على الدكتور بشار المحسوب على العماد علي دوبا المحسوب على الاركان كل واحد يطلعوا ويجيبوا شو فيه مش كله اللي عم يشوفوا الرئيس حافظ الاسد رئيس حافظ الاسد كان يعتبروا لرافيق الحليل وزير خارجية العرب انه ده كل العرب يعزوه هو كان كان صار برا رفيق الحريري نعم وقت الشي كان صار برا كانت يعني التصفيل معه التصفيل السياسية وقعت عملها امين لحود اللي وقت اللي صار برا واجه لدكتور سليم الحص يعني ماعد فيه انه رفيق الحريري وهون اذا بدك كملوا بالحملة على رفيق الحريري الحملة على رفيق الحريري كان لها منابت سعودية انه تروحي على سوريا تقولي لهم هذا منحة سعودي وهذا وهابي وهذا 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 بالاخر كان في شيء كان عم ينقل لسوريا انه هذا عمل حالي سني من المنطقة كانت تؤثر عليكم وهذا كان بيت القصيد كنتي مثلا انا مرات كتير يجي هو يمرق علي يكون عنده موعد بسوريا مع الرئيس او مع حكمة الشابي او مع عبدالعلي مخدام يخدني معه يقولي يخد سيارتك تنزل نفوت على الشام في الفنات مثل الفنات بلبنان يشوفوه هو عم يسوق لعيونك يقولوله بسوريا سوريين قالوا انا خربت لعيونك يقولوله العالم هاي كان تاكسي السيرفيس يشوفوه لعيونك ايه طبعا لعيونك هو دي من سنة عم يقولوله لعيونك يعني انا احدهم من عنا كان قاعد ببلودين بمطعم كبير في برنيم الشو وطلع واحد يقول لهم شو بتطلبوه قاموا مجموعة قالوا له غنيننا لعيونك قالوا ما بعرف هاي الغنية لك قالوا بس قول لعيونك اللي هي الاغنية لتليفزيون المستقبل وقيل انها كانت لرفيق الحريري يعني ايه لعيونك فقام وودي الشباب صحابي قريبين يفلوا قالوا يعني حسين شي بالبطعم من اختار سعد الحريري كيف تم اختياره ان يكون هو يعني وريث رفيق الحريري في السياسة هل المملكة العربية السعودية هي اللي اختارت سعد الحريري ام العائلة اختارت انا انا بعتقد العائلة بديها والسعودية بديها اجي هون صار في نوع شيء من مباعة خجولي لبها بقس ليل الدفن من بقتها ما بدوا هيك لا سعد ولا العائلة اذا بدك العائلة كلها ما بدهم بقى بدهم سعد بيأخذوا قرار كلهون انه اني ما بدهم سياسة وانه ما بدهم حدان وراحوا قاعدوا بالسعودية بعد الاتهاء والوجبات والكذا والتعازل وهونيكي بعد فترة اجا سعد قال هون السعودية بدونيني انا حل واني وفاقوا انه كمان كان في يعني بين خالته واخويته كلهم كانوا اواطفهم معهم انا بدي اشكرك استاذ محسن دلول شكرا لوجودك معنا شكرا للمشاهدين لوفاء والى اللقاء شكرا للمشاهدين